اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي شيء كالسباحة والشواطي والنسيم فوق امواج لطيفة لونها الصبح الجديد باهتزازات خفيفة زورق الهادي يميد هكذا اقضي صباحي هكذا اقضي المساء واجدا كل ارتياحي بين شطان وماء بعد الاستماع للانشوبة ننتقل الآن لأسئلة الفهم بما رحب الشاعر رحب الشاعر بالصيف لماذا؟ لأن بيه تقصا بديع لما فرحت قلوب الناس؟ فرحت قلوب الناس بالتقص البديع ولذا بيه للمدن الاخرى كيف هو شاطئ البحر؟ شاطئ البحر مليء بالناس والزوار والسياح والاطفال كيف يقضي الشاعر يومه في الشاطئ؟ يقضي الشاعر يومه في الشاطئ بالسباحة وبناء القلاع الرملية شكرا شكرا شكرا